بحثنا في كل القواميس لللغة العربية على واحد المصطلح يجسد ذلك الإهانة والحقرة التي يحس بها مغاربة العالم في علاقتهم مع الحكومة المغربية لم نجد أي مصطلح كي إلا مبالات كي إلا نسيار كي إلا حتيقار إلى آخرية ولكن كلها يعني مصطلحات لا تفي بالمراد علاش حيث في أوج لجائحة الكورونا وفي ظل الخصاص الفضيع الذي شكته الخزينة العامة من قلة العمر الصعبة لم يجد المغرب من مخرج إلا أبناءه الموجودين في أوروبا وفي الخليج وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي مختلف دول العالم مغاربة العالم حولوا للخزينة العامة أزيد من المئات مليار للدرام حتى في أوج الرخاء قبل كورونا لم تكن تحويلات مغاربة العالم تصل إلى أقحص الحالات 55 مليار للدرام البيك وصلنا له مرة واحدة ألوى هو دين 70 مليار للدرام لكن في الأوج الكورونا في الوقت لكل شيء المراقبين كانوا يتوقعون أن يقع انخفاض في هذه التحويلات إذا بها ترتفع بنسبة 42% حتى مسؤولين في بانك المغرب أو في وزارة المالية أو في مصرف المغرب أو في الأبناء المغربية لم يكنوا يتوقعون لها التنامي دل تحويلات دل مغاربة العالم وللأسف الشديد أن الحكومة المغربية بدل أن ترد الجميل لمغاربة العالم إذا بيتأخذ واحد القرار مجحف وظالم ألا وهو إغلاق الحدود يعني ليس فقط في وجه مغاربة العالم بل في وجه كل من يود الدخول إلى البلاد والخطر هو في الأمر أن هذا القرار المجحف يعني لو أخذته طيوان قدر أن تفهم لأن الدولة قد تحكم في السيمي كوندكتور على المستوى الكوني لو أخذته كوريا الجنوبية قدر أن تفهم لأن الشونتينفال دولها هو ملك يزود العالم كله بالسوفون وبالمواد المرتبطة بالملاحات التجارية لو أتخذته سويسرا قدر أن تفهم لأن البلاس فينونسيار اللي كنا في جونيف هي تقريبا رائدة على مستوى يعني التحكم في المصاريف وفي الأبناء كلا آخره ولكن المغرب يعني يخذ هذا القرار بدون أن تكون له مبررات مقنعة خاصة هو أن أوميكرو حسب الإحسائية الرسمية يشكل 95% من الإصابات اللي كلا في المغرب والحكومة لما اتخذت القرارة للإغلاق بررت ذلك بأنه منع وصول الأوميكرو إلى المغرب أضيف إلى ذلك أن مغاربة العالم الأغلبية الصحقة ديالهم عندهم تلقي حدي الجرعة الثالثة الشيء الذي لنا توفر عليه داخل المغرب إذن المشكلة للجائحة الخطر ديالهم كان داخل المغرب وليس خارج المغرب فضلا عن ذلك أن مغاربة العالم شأنهم شأنه أي وافد على المغرب يعني بإمكان السلطات الحكومية أن تلزمهم بإجراء اختبار دي البيسائر قبل الدخول ثم إن فتح الحدود سيسمحوا لنا باسترجاع المغاربة العالقين في الخارج هذه مغاربة العالم اللي محقورين ما أعطيتهمش الحق في الانتخابات وما أعطيتهمش الحق في حماية المعطيات البنكية ديالهم لأنهم بعتقوا المعطيات الأبناء وأسرار ديالهم إلى الأبناء الأوروبية ومع ذلك مساكن حادرين الرأس وحولوا مئة مليارة الدلم وحرمتهم حتى أنه يجي لذارق ولا يجي لعندمه ولا يجي لعن دخطوق باش يكون رفيزة مع جدا وليزوج خطوق ولا يحل المشكلة للإراتة ولا مشكلة للعقار عنده في المغرب إذن هالظلم يجب أن يرفع ويجب على الحكومة المغربية أن تعود إلى رجها وتقوم بفتح الحدود ليس فقط في وجه مغاربة العالم بل في وجه المغاربة العالقين وفي وجه السياح الذين بإمكانهم أن ينقذوا واحد القطع من الكوبة له قطع السياحة